اشتركوا في القناة الله خير يا شيخ نعم نحن في آخر الزمان أو في أول آخر الزمان والله أعلم هذا لا يعلمه إلا الله لكن كل ما تأخر الزمان فإنه يقرب قيام الساعة وتكثر الفتن والمخرج منها هو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن التمسك بالكتاب والسنة إلا بالتعلم الصحيح على أيدي العلماء الراسخين في العلم وكثرة التعلم والتعليم كثرة التعلم والتعليم للكتاب والسنة فلا مخرج للناس من الفتن إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من يعفى إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه لما سأله عندما تعظم الفتنة قال له فما تأمرني إن أدركني ذلك قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعظ على أصل شجرة حتى يأتيك الموت أو يدركك الموت وأنت على ذلك هذا هو المخرج من الفتن والحمد لله عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله وعندنا منهج السلف الصالح فعندنا أسباب النجاة إذا تمسكنا بذلك ولا نتمسك بذلك إلا بالعلم النافع والحرص على فهم الكتاب والسنة على موجب فهم السلف الصالح بذلك ننجو بإذن الله من الفتن ننجو بإذن الله من الفتن